بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهاكات الصين بحق مسلم الأجور تحدث انقساما كبيرا نجد أن 62 دولة يؤيدون الصين في هذه الانتهاكات والمفاجأة واللافت للنظر أن بينها 14 دولة تقوم بالوقوف إلى جانب انتهاكات الصين بحق مسلم الأجور فأين تقف تركيا من هذه الأزمة وهذه الانتهاكات أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أصدرت 62 دولة بينها مصر والسعودية وتونس والمغرب بيانا تدافع فيه عن انتهاكات الصين بحق أقلية الأجور المسلمة يعني أمر مؤسف في الحقيقة جاء ذلك في بيان مضاد أصدرته الدول 62 ردا على بيان صدر في وقت سابق الخميس عن 43 دولة من بينها تركيا إذن تركيا تقف في الاتجاه الآخر وتدافع عن الأقلية المسلمة هناك حيث صدر بيان يرفض الانتهاكات الحكومية الصينية واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأقلية الصينية من الإيجور والدول العربية الأربعة عشر التي وقعت على البيان المضاد هي مصر والسعودية والجزائر وتونس والمغرب والإمارات وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن وموريتانيا والصومال كما وقعت عليه دول أخرى منها إيران ومينمار وباكستان وفنزويلا وبنجلديش وقالت هذه الدول في بيانها أنها تعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد بحجة حقوق الإنسان وأكدت في البيان أنه يجب على كل الدول التزام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والحياد والموضوعية وفق وكالة الأناظول وفي وقت سابق الخميس وقعت 43 دولة بيانا يدين انتهاكات الحكومة الصينية ضد أقلية أتراك الإيجور ومن بين الدول الثلاثة وأربعين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وهندراس وإيطاليا واليابان وهولندا وإسبانيا والسويد وقال البيان أن تقارير ذات مصداقية تشير إلى وجود شبكة كبيرة من معسكرات إعادة التثقيف السياسي حيث اعتقل أكثر من مليون شخص بشكل تعسفي وأعرب ممثل تلك الدول في بيانهم عن القلق بشكل خاص بشأن الوضع في إقليم شانجيانج ومنذ 1949 تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية الذي يعد موطن الأتراك الإيجور المسلمين وتطلق عليه اسم تشينجيانج أي الحدود الجديدة وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد و23 مليون منهم من الإيجور فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون أي نحو 9.5% من مجموع السكان وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019 أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية غير أن الصين عادة ما ترمي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بمعسكرات اعتقال هي مراكز تدريب مهني وترمي إلى تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة أيضا في ذات السياق 43 دولة تعبر عن القلق من تقارير عن انتهاك حقوق الإيجور والصين تنفي وصلت عشرات الدول يوم الخميس الضغط على الصين في الأمم المتحدة بشأن اتهامات بانتهاك حقوق مسلم الإيجور وأقليات أخرى في منطقة شينجيانج مما أثار رد فعل غاضب من مبعوث الصين لدى المنظمة الدولية وأصبحت المواجهات بشأن شينجيانج بين الصين والدول الغربية في الغالب بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حدثا معتادا في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف وأعربت 43 دولة في بيان قرأ سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفير جزءا منه أمام لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة وأعرب البيان عن القلق الشديد بشأن تزايد التقارير عن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان متهما الصين باحتجاز أكثر من مليون شخص في المعسكرات وقالت الدول في البيان إن الاتهامات بالانتهاكات تشمل تقارير توثق التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة والتعقيم القصري والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع من الجنس وفصل الأطفال قصريا عن ذويهم وتنفي بكين ما تصفه بمزاعم ارتكاب الانتهاكات بحق الإيجور وتصف المعسكرات بأنها مرافق تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني ورد سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشينججون في بيان قرأ جزء منه أمام اللجنة الحقوقية يوم الخميس وقال إن الولايات المتحدة وبضع دول أخرى لم تنجح محاولاتكم المستميتة للتغطية على سجلكم الرهيب في مجال حقوق الإنسان وأضاف الأكاذيب تظل أكاذيب مهما تكررت أنتم تستخدمون حقوق الإنسان ذريعة للمناورات السياسية لإثارة مواجهة وتتفاوض ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل السماح لها بزيارة شينججون منذ سبتمبر أيلول 2018 وأبلغت مجلس حقوق الإنسان في يونيو حزيران بأنها تأمل في الاتفاق على شروط زيارة هذا العام لبحث تقارير الانتهاكات الجسيمة ضد مسلم الإيجور وحثت أكثر من أربعين دولة في مجلس حقوق الإنسان الصين في يونيو حزيران على السماح لباشليت بالدخول فورا لا شك أن هذا الانقسام يوحي بشكل جلي وواضح أن الدول التي انحازت إلى الصين بشأن الانتهاكات ضد المسلمين هناك والتي تعمد إلى محو هويتهم ومحوهم من الوجود الصيني لهي جريمة بحق لا يمكن السكوت عنها ومن اللافت للنظر أن أربعة عشر دولة عربية من بينها مصر والسعودية وتونس والمغرب تنحاز إلى هذا البيان الذي يؤيد الصين في انتهاكاتها ضد المسلمين لا شك أن هذا الأمر يدعو إلى الغرابة ويدعو إلى العجب أن تقوم هذه الأنظمة وهذه الحكومات بالتوقيع على مثل هذا البيان كما وقعت عليه إيران ومينمار وباكستان وفنزويلا وبنجلديش والصومال ومورتانيا واليمن كل هذه الأمور تدعو في الحقيقة إلى الحزن الشديد من هذا الموقف المنحاز لصالح الصين بينما رأينا في المقابل 43 دولة على رأسها تركيا ترفض هذه الانتهاكات وتوقع بيانا مضادا لهذه الانتهاكات ويرفض هذه الانتهاكات الصينية ويتصدى لها متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر